تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 417 قضية تمونية بمضبطات بلغت نحو 122 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 78 طن سلع غذائية كما تم ضبط نحو 13 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 22 طن سلع غذائية وغير غذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 632 قضية من بينها 110 قضايا خبز ناقص الوزن و100 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر